انا حقيق اصلا على السؤال ده وانا عايز اصلا السؤال ده لمحمود هو قال غريب جدا على فريرة واحد بشخصية فريرة وخبرة فريرة بشكل عام ومع الزمالك بشكل خاص ان هو يخطأ الاخطاء ديان او يصر على الخطأ ده والخطأ ده يتكرر فيه الاداء الفني لنادي الزمالك شايف هل هو يقال ان وقد تكون طبعا يعني الحاجات اللي بتنتشر على السوشيال ميديا يعني ان هو ما كانش عايز يكمل فهو ما كانش يعني هو مبسوط بالموضوع ده وعرف ان الموضوع ده حيصل به الى نهاية معينة اللي بكلم كلم كبير حيصل لها معينة ان هو حيتم قالته او استقالته يعني هو كان بيحضر لده لا هي القصة كلها هو فريرة مجني ام جاني يعني هو اللي هو المجني عليه واللي هو الجاني دي قصة كديرة جدا جدا ممكن نتكلم فيها جمال ممكن نتكلم فيها بسيطة رجاء كتير جدا ولكن النهاردة ندر نقول جيم اوفر خلاص القصة خلصت وانتهت لفريرة مش من مباراة النهاردة من قبل مباراة النادي الاهلي وهي مباراة بيرميدز وخروج نادي الزمالك من الكاس النهاردة فريرة فاجأت كل انتوا عمين تقولولي ارجع تاني طريقة اللعبة 3-4-3 او 3-5-2 خلاص انا هالعب 3-4-3 ولكن انا لما اجي هالعب 3-4-3 وهاجي هالعب خطة دفاع متقدم رقم واحد رقم واحد في اي خط دفاع متقدم يجي يلعب اني لازم العب ضغط عالي لو ملعبش ضغط عالي بدأ ما انا بلعب بريسك بتاع الدفاع المتقدم داي بفيه مساحات ورايا فانا اول ما الكرة تتقطع لازم استرجع الكرة في مناطق الخاصمة ده نادي الزمالك النهاردة ما كانش بيعمله غير في اول دقيقة في الشوت الاول وببداية من الشوت التاني يكفيني ان انا اقول لك النهاردة نادي الزمالك ملعبش 90 دقيقة النهاردة نادي الزمالك لقى بشوت واحد فقط اللعيبة النهاردة ما جاتش المنبرة اللعيبة بالإدارة الفنية بالجهاز الفني كله ما جاتش المنبرة ده بتسبب ثلاث حاجات عشوائية وطبعا فقدان ثقة في النفس وتواهن في الملعب يعني النهاردة انا دلوقتي اتكلمنا مئة الف مرة وقلنا يا جماعة لازم كل باك يجي يلعب على عدلته الموضوع ده اخد من كلام جمال لجمال بيتكلم بيقولك ان فيه ظروف خارجة عن إرادة الراجل ان هو مرة واحدة لقى الباكليفت او واحد من افضل باكات ليفت المصريين طبعا مع علي معلول في الدورة المصري ان الراجل بره طبعا وبعدين بعديه عبدالله جمعة بره وبقى اللي بلعب عبدالشافي اللي بعيد جدا جدا ولو ان عبدالشافي النهاردة مثلا ان هو ابتدى لعب لعب باكليفت نيمار ولعب باكرايت عمر جابر انا دلوقتي لما اجلعب تلاتة اربعة تلاتة اهم حاجة جمالة عندي ان انا عندي الاجنحة سوري الباكات هي اللي بتقوم بدور المسندة الهجومية طبعا وفي نفس الوقت بيبع عندي عمق تفاعي بالضبط بيبع عندي عمق تفاعي وراء فالتلاتة الوراء بيليموا اي المشاكل ولكن النهاردة لما زمالك لها بدفاع متقدم كل الكورة بتتقطع من غزل المحلة بتيجي على زمالك هاجمة مرتدة وشبه انفراضات في ظهر الباكات اللي مفروض ان النادي الزمالك عامل استريتش بخمسة في نص الملعب جي فريرة اكتشف في النص ان انا معيش الادوات ولا المقاومات اللي تخليني اقدر العب خط تفاع متقدم والعب هاي لاين وقدر استرجع الكورة فقام الرجل الرجع تاني يلعب بطريقته المعتادة قبل ما نخش في الحالات اوز اقولك على موضوع الباكليفت وعدم وجود الباكليفت النادي الزمالك بيلعب مكسور الجناح او بيلعب داخل المباراة ستين سبعين في المية اقل من المية في المية بتاعته بسبب ان انا معيش باكليفت ولا عرضية النهاردة في الشوت الاولاني غير واحدة بس من سيد نمار على الجانب الايصر سيد نمار لما راح الشوت التاني وغير طريقة اللعب وليعب اربعة سيد نمار لعب بالزبط اكتر من تسع عرضيات خمسة منهم جوا جوا الثمانتاشر والتلات تانين تشتتو ولكن هو صنع فرص كتيرة جدا من العرضيات تسع عرضيات في الشوت التاني فقط من سيد نمار ده هنا يقولك المشكلة الكبيرة اللي فريرة برضو واقع فيها حاجة تانية سميع ان ما فيش مهاجم يخلص العرضيات غير ان ما فيش مهاجم يخلص غير ان ما فيش مهاجم خلص ان ان انت شوت الاولاني كله انت بتلعب بطريق 3-4-3 عشان تعتمد على الاجناب والاجناب عندك تقريبا عطلانة وعمر جابر والسؤال هنا يبقى هو ايه دور عمر جابر منذ وصوله الى نادي الزمالك حتى اليوم انا ما عرفش اعرفش يا جمال لو يفتكر فيه اي أسست او فيه اي اوفر او فيه اي حاجة تعملت من عمر جابر الاول ما جيه من سنادي للزمالك ما فيش ايه حاجة خالص الجناح الايمن كله قدامه وارا هو على طول لجأ ان هو فيه امريكاتو الشوتور تاعة علشان يعوض النقص ده باكي مين خلال عرفتا بالزبط الزمالك اللي عاملش ده ما هو هنا ارجع بقى للمريكاتو الصيفي هو انت دلوقتي لا لا احنا قلنا خلاص يعني هو فجأة هو الزمالك خلاص مع مين دلوقتي لحد دلوقتي الزمالك خلاص مين زمالك دلوقتي بيحاول يقطع اعراض لاعبين فريرا نفسه مشاهم اول السنة يعني هو فريرا نفسه استغنى عن محمود علاء وبرضو شبانة واستغنى عن ودلوقتي النادي الزمالك عاوز يرجحه ومداخل في المشاكل كتير جدا لأن ديها بتاعتهم مش عاوزة كتير يقدروا يعوضوا النقص الموجودة على النادي الزمالك لا بقى ما هو هي اللعيبة كانت موجودة ومشت فانا بقولك المشكلة كلها بص ما صعب اللي احتواطي بتاعنا نادي اللي احتواطنا نادي الزمالك فرق شاسع ما فيش حد يقدر يشيل نادي الزمالك من بره دي نقطة نقطة تانية فريرا بقى جاني في ايه فريرا عنيد جدا 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 زي ما قلتلك في كذا حاجة اول السنة كان مصمم يلعب 3-5-2 ودي كانت سبب من اسباب تفوق مارس الكولر الرهيب عليه في مباراة السوبر في الامارات طريق 3-5-2 بيبقى فيها نقص عدد كبير جدا لزمالك اللي ما بيعتمتش غير على الكورة العالية فقط في خط الدفاع فأي فريق بلعب الزمالك بيلعب لو بلوك ما بيبقاش فيه مساحة انه نلعب في ظهر الدفاع فبيقابل زمالك بيقابل مشكلة كبيرة جدا زائد ان تكمل فرص اللي بتتهيأ لفرودة نادي الزمالك رهيبة واضاءة فرص كبيرة جدا فنادي الزمالك عنده مشكلة في رأس الحرب نادي الزمالك مشكلة عنده في الأجنحة اللي جابهم ما لعبش واحد زي اندوي ده ما حدش عارف أصلا هو لعب كم مبارات أي ما لعب مباراتين فقط أو 3 مبارات سامسون كينولا قليل جدا 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 باقي اللعيبة كلها ما فيش